السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي كما شاهدوا برابطكم بخير ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على الاسبيتش ازاي بنقدر نتكلم ازاي بنقدر نتكلم ازاي بنقدر نستوعب اللي احنا بنسمعه ازاي بنقدر نعبر احنا بنسمع ازاي وبعد اكنا نعبر نتكلم وازاي بنكتب برضو الرويتنج لانهو بيخش ضمن الاسبيتش اول حاجة الاسبيتش هي العملية اللي بنحول من خلالها الافكار بتاعتنا لسبوكين وورد او ريتن وورد انا في فكرة في دماغي عايز اقولها او عبر عنها بكلام انا بقوله او كلام بكتبه في الامتحان مثلا مشوف سؤال فانا عايز اعبر عن اجابة السؤال ده بكتابة حسن؟ حسن؟ شوف ستحدث estaban من الخلال حسن؟ قد ابدأ اتكلم لازم الاول اسمع الكلام وافهمه وبعد كده اعبر عنه انا لو لم اسمعتش كلام نستاس هذا Schulen ولم استطاع ان اتكلم ثاني حاجة عشان اكتب لازم اشوف اشوف الحروف واشوف الكلام وكده ولا لو شوفتش مش عارف مش عارف اكده فالdevelopment بتاع speech عشان يتكون عندي speech وابقى بعرف اتكلم كويس لازم يبقى عندي الابلتي ان انا اسمع الكلام ده first introduction عشان speech وبعد كده ان انا اشوف عمل يبقى عندي visual perception اشوف بازم عندي ال KerN اسمع انا اشوف اصنعي اشوفار بنفس اتماع догائت اخوان باهما اشوف از اشوف اخوان اناtalkوا الع واشوف اتناك الاستماع هجوف اتناك بالنسبة nineteen الأطفال الذين يتولدون و لا يسمعونه هؤلاء الأطفال الذين يصبحون بكم يعني يصبحون بكم مع بعض الذين يسمعون و لا يتكلمون و لا يتكلمون لكي لا يسمعون من البداية حسنا؟ حسنا، كيف يحدث الكلام؟ أو كيف نتكلم بصصيدنا؟ الكلام لكي تستطيع أن تتكلم يجب عليك شيئين يجب عليك Sensory Part Motor Part قبل أن تتكلم قبل أن تتكلم فأنت سمعت شخص و ترد عليه كونك السماء هو Sentory Part يجب عليك أن تسمع وبعد ذلك تفهم الذي سمعته وبعد ذلك تبعث إلى Sentory Part الذي يفهم كل شيئ لكي يفهم الأفكار وبعد ذلك يذهب إلى Sentory Part و يبعث إلى Sentory الموتور الذي يتحكم فيه العضلات الكلام يذهب إلى أن تتكلم و يدي له الأفكار التي سيجعلك تتكلم بها وهكذا السمتر يذهب إلى العضلات و يجعلك تتكلم فهذا باختصار ما يحدث في عملية الكلام أول شيء هناك جزء Sensory و جزء Motor الجزء السمتر هناك كذا السمتر هم الذين يتحكموا في الكلام هم الذين يستقبلوا الكلام سواء المسموع أو المقروع أول السمتر هو السمتر المسؤول عن السماع السمتر السمتر الموجودة عن السمتر 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 و إذا أرسمنا هم ذلك يمكننا أن نرسم أحسن هذه الرسمة كما نعرف القطعنا هم ذا frontal loop وهذا barythal loop و هذا occipital و هذا temporal frontal barythal و هذا occipital فإننا في temporal لدينا السمتر السمتر الموجودة السمتر السمتر لدينا 2 areas واحد يسمع الكلام وفى ثم يفهم الكلام والذي يسمع الكلام لتظهر لك الحالي على السماع اسمها ال informatory area أو area 41 و 42 موجود هنا وهناه الو mild seder secondary auditory area اللي هي مسؤولة ان تفهم الكلام يبقى أنت بعد ما اسمعت الكلام فهمته الاريا 22 هنا. تمام؟ بعد كده تاني سنتر عندنا مهم في عملية الاسبيتش هو السنتر بتاع الريتن وورد اللي هيشوف الريتن وورد يعني انا انا دلوقتي سمعت لو هو كلام لو حد بيكلمي طيب لو هو كتابة مثلا كتابة انا بقرأ منه مش لازم اشوفه يبقى السنتر بتاعت الفيجل ودولي فيه هنا برايماري فيجول الاريا اللي هي هنا كده في الاكسيبتال لوب دول في التمبرال لوب تمام؟ عندي في الاكسيبتال لوب فيه برايماري اوديتر اريا اللي هي اريا 17 وعندي دي المسؤول ان انا اشوف اصلا بداية شفاءه تمام؟ وفيه سكنداري فيجول اريا او فيجول انتربالي اريا اللي هي اريا 18 و19 تمام؟ بعد كده عندي الانجولار جيروس الانجولار جيروس هو موجود في منطقة البراية اللوب هنا كده تقريبا ده مسؤول في حالة الريتن وولد مسؤول ان هو يفهم الريتن وولد يعني دلوتي انا شفت كلمة وشفت كلمة مثلا موتر وقدر تفهم معناها بالسكنداري فيجول الريتن اللي هيفهم الافكار اللي فيها او يفهم معنى السيقل على بعضه هي الانجولار جيروس اللي هي تفهم معنى الكلام مش مجرد فهم بتاع ده لا الفهم المتعمق للمعنى بتاع الكلام تمام؟ بعد كده عندي الفيرنكس اريا الفيرنكس اريا ممكن نمسها الحتة دي بقى الفيرنكس اريا ديت موجودة هنا كده في المنطقة دي كده تمام؟ الفيرنكس اريا ديت وظيفتها ان هي بقى يعني دي اللي هتجمع كل حاجة اللي هتربط المواضيع كلها ببعضها يعني هيجيلها امبلس من الاوداتري ومن الفيجول ومن ديت ومن البرين كله تبدأ كل الفيجول السيميولاس اللي بتجيلك سواء من السمع او من البصر او من الكلام او من اي حاجة بتخش على المنطقة دي والمنطقة دي هي اللي بتعمل فول كمبرهنشن هي اللي بتبدأ تفهم المعنى المتعمق والمعنى العميق للكلام وتبدأ تاخد القرار تختار الفكرة اللي انت هتنفزها الكلام اللي انت عايز تقوله يعني الكلام انت عايز تقوله هو فكرة وانت بتعبر عنها بكلام فهي اول حاجة بتفهم السياق العام او بتربط المواضيع ببعضها كلها عشان تفهم المعنى العام من اللي انت سمعته وبعد كده تختار الفكرة اللي انت هتنفزها او اللي انت هتقولها وبعد كده الفكرة دي هتروح بعدها للموتور سنترز اللي هنقولهم كمان شوية الموتور سنترز عشان تبدأ تتكلم او تاخد قرار الكلام يبقى دول كده السنتر بتوع الاسبيتش 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 المسؤولة عن انها تعمل الكلام تفهم معنى الكلام كويس والافكار اللي موجودة في الكلام وهي اللي بتحدد الافكار اللي انت هتعبر عنها ما هذه الاسبتش وهي اللي بتختار الكلمات التي هتعبر عنها يعني انت تختار كلمة لائقة كلمة غير لائقة الكلمة اللي انت عايزة تقولها يعني بيتم اختيارها هذا كده بالنسبه للموتور بالنسبه للسنترز اوه كده بالنسبه للسنترز بما نسبه للموتور ماذا الاسبيتش الموتور اللي موجودة في ال brain عندنا مسؤولة عن ان احنا نتكلم لو جاد ترسم ال brain هتلقي هنا في منطقة هناك منطقة اسمه البروكس إريا هذا المنطقة الذي سأقوله عن الكلام يحبن عن أن وخبرك على الكلام ليس يفهم عنها، أن تعبر غير أولا البروكس اريم فهي فيها البروكس 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 الاتارية الكلام نفسها هي اللي بتطلع الكلام عندي برضو اللي هو الاجس نرث اريم ديت دا فيها الكتابة يعني البروكس بتاعت الكلام لكن الاجس نرث ديت مسؤولة عن الكتابة البروكس اسمها الاجس نرث اريا او الهاند سكيل اريا ديت المسؤولة عن الكتابة يبقى دا للسبيك للسبوكن وورد لكن ديت للريتن وورد للريتنج عندي برضو البروكس اللي هي اريا 4 اللي هتجد الوردر اساسا للعضلات وعندي المصل بتاعت الاسبيتش دا اخر حاجة المصل والنيرفز اللي بتغزيه اللي بتغزيه اللي بتخش في عملية الاسبيتش كلها نبص كده على الكتاب ادي الاسبيتش ادي الاسبيتش بنتكلم ازاي عندي دا عشان تبدأ اكبرسيبشن كده تستقبل كلام وتبدأ تفهم معناه وده محتاج انتجريتي محتاج اتكامل بين المسؤولة عن هاتب الريتن وورد اللي هما ايه اللي هما فيه لالاوتري اريا 442 اللي انت بتسمع بهم الكلام وبعد كده فيها الريتن وورد اللي بتبدأ تفهم به معنى الكلام من المصل الريتن وورد اللي هو البيجوال الارعنة واريا 18 و19 اريا 17 تشوف بها اريا 18 و19 تفهم بعدها فيه الانجولار جيروس ده مسئولة انها تعمل initial interpretation للرئتن وورد اخذ بالك من كلمة initial هي مش بتعمل full interpretation بتبدأ تفهم بس بداية معنى الكلام وده اسمها اي رئيس 39 الانجولار جيروس ده بتبدأ تفهم بداية الانتربريتن بتاع الرئتن وورد فيه الانجولار جيروس ده المعلم الكبير ده اللي بيجي لها كل حاجة وهي اللي بتبدأ تعمله full comprehension وتبدأ تربط الدنيا ببعضها الانجولار جيروس بتبقى موجودة في posterior report بتاع superior temporal garras زي ما اننا رسمته لك where sensory visual auditory interpretative area meet and receive signal from this area هي بتستقبل من كل الانجولار جيروس تعم الاريا ديت اسمها برضو general interpretative area او tertiary association area او knowing area هي موجودة هنا كده بالشكل ده المفروض ان هي بتبقى موجودة في dominant hemisphere يعني زي ما قلنا في محاضرة cerebral cortex وليها الدور الاكبر في intellectual function الوظيفة العلية بتاع الدماغ زي thinking والمموري وال speech الوظيفة بتاعتها ان هي تعمل full comprehension للسود تفهم الافكار الموجودة في الكلام سواء الكلام المسموع او الكلام المكتوب ان هي تحدد الافكار اللي احنا هنقولها وان هي تختار الكلمات المناسبة اللي احنا ننقل بها الافكار دي وانكده فيه الموتور aspect بتاع speech اللي هو الجزء الموتور بقى احنا خلاص سمعنا وفهمنا الجزء الموتور بقى جزء الموتور ده محتاج integrity ما بين البروكسس area اللي هي ما سأقوله عن الكلام نفسه ان انا اتكلم فيه الهاندسكيل area او الexeners area اللي هي area 45 الexeners area ديت اللي مسؤولة عن الwriting ان احنا نكتب بها وفيه primary motor area دي area 4 ديت المسؤولة عن نهاية حركة العضلات ما الكلام والكتابة هو عضلات فانا محتاجة حركة العضلات دي فحركها بarea 4 وفيه استرابيلم والميزل جانجلية دول اللي هيعملوا coordination اللي هيبدأ ينظموا لي الاقاع بتاع الكلام وبتاع الكتابة عشان الكتابة بتاعتي والكلام بتاعي يبقى smooth كده يبقى زي ما انا بتكلم كده ما يبقاش انا بعمل ما يبقاش الكلمة طلعها متقطعها كده يبقى الكلام كله smooth على بعض coordination بعد كده المصل بتاع ال speech والنفس اللي بتغذيه طيب الميكانيزم اول حاجة عشان نتكلم اول حاجة احنا بنسمع يبقى اول حاجة احنا بنسمع باريا 41 و 42 دول نسمع به بعد كده اريا 41 و 42 يبعتوا لاريا 22 عشان نفهم اللي نسمعناها بعد كده اريا 22 تروح حملة interpretation وفهمة معنى الكلام اول ما تفهم معنى الكلام تروح بعتها للفيرنكس اريا المعلم الكبير عشان تبدأ تفهم وتعمل full comprehension للكلام وتبدأ تفهم الافكار اللي موجودة في الكلام وبالتالي تاخد قرار بعد كده هتحدد الفكرة اللي احنا عايزين نعبر عنها وهتختار الكلمات المناسبة للتعبير عن الفكرة دي وبعد ده كله هتروح بعتها ليه الموتور اريا هتروح بعتها هتروح بعتها ازاي بعتها عن طريق اللي هو الاركوت فسيكولوس تمام لما تبعت عن طريق الاركوت فسيكولوس هتروح بعتها ليه هتروح بعتها ليه البروكاس اريا اللي هي مسؤولة عن الكلام ده في حالة الاسبوكي البروكاس اريا المفروض هتروح بشغلة اللي هو السوفت ويري لجواه اللي فاهم طريقة الكلمات ازاي انا اقول كلمة ازاي انا اقول جملة ازاي وهكذا تمام بعد كده هتروح البروكاس اريا بعد ما كونت الكلام يبقى دي البروكاس اريا الكلام تكون فيه البروكاس اريا دي الافكار اللي تكونت فيه واختيار الكلمات تمام؟ بعد كده البروكاس اريا هتروح بعتها الاريا هي مشابهة برضو ولكن بدل ما كوننا بنستقبل بالاودوتوري هنا نستقبل بالفيجا اول حاجة الكلمة انت تشوفها فتشوفها ازاي بتشوفها باريا 17 وبعد كده بتبدأ تفهمها باريا 18-19 اريا 18-19 اول ما تفهمها هتروح بعتها ل Где البروكاس اريا هتروح بعملها انتر برتية كمبرهنشة وتفهمها كيف لا هنا بقى في الفيديوال قبل ما سنبعت للبروكاس سنبعت للانجولار جايران فتفكره انت تفهموا اللي هو اريا 19-19 سيبدأ يفهم بداية الانتر برتية بعد كده ستبعت للبروكاس والبروكاس هتروح بعملها كمبرهنشة وفهم الافكار والايداز موجودة في الكلام ومحددة الفكرة التي تريد تقولها ومختارة الكلمات المناسبة للفكرة كما فعلنا في الاسبوكن بالضبط وبعد ذلك ستذهب لتعبطها لكن هناك في الاسبوكن كنا نبحث إلى البروكس أريا لكي تكون الكلام لا هنا سنبحث إلى الـ Exner's Area ليس البروكس سنبحث إلى الـ هنا أكتبها سنبحث إلى الـ Exner's Area لكي نكتب لكن هنا يتكلم لو رأنا كلام كتابة يعني كلمات وعايزين نعبر عنه بأننا نتكلم لن نكتب فهنا ننشط البروكس أريا وبعد ذلك البروكس أريا ستشغل الـ Schilled Motor Program وبعد ذلك ستشغل الـ Motor Error وموتر أريد بعتها لـ Muscle Zoners ومسل Zoners يتكلمون الكلام الذي حددناه بالـ Vernic's Area طيب لو أعايز أعبر عن الكلمات التي أرىتها بالكتابة بدل من نشط البروكس أريا سأذهب من نشط الـ Exner's Area اللي هي أريا 45 عندما نشط أريا 45 سأبدأ أكتب سأبدأ لـ Exner's Area مكونة الكلمات التي أكتبها وبعدها لـ Primary Motor Area اللي هي أريا 4 بعد ذلك تأبدأ لـ Primary Motor Area سأبدأ للعضلات و للعضلات 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 مشكلة في الكلام هذه المشكلة قد تكون Sensory و قد تكون Motor يعني إيه؟ يعني ممكن أن تتكلمش ما هي؟ يعني أنت لا تتكلمش لأنك لا تفهم ولكن لا تستطيع تعبر لأنك لا تستطيع تتكلم أو تستطيع تكتب هذه المشكلة هذه المشكلة في المشكلة في المشكلة لدينا مشكلة لكلام مشكلة في المشكلة المشكلة لم تكن تكون الكلام لم تكن تتكلم لم تكن تتكلم المشكلة في الـ Articulation المشكلة في الـ Articulation ولكن الـ Articulation ليس مزبوط الكلام ليس مزبوط مثل ما تستطيع تتكلم و تقول مثل ما نسمى مثل اسمها استاكاتلو سبيتش كلامك متقطع دي لو عندك مشكلة في السربيل لماسه يكون يبقى سليرد سبيتش كلامك بطيء كده او هاد او ممكن يكون مونوتونس سبيتش اللي هو كلام على واترة واحد دي مشكلة في الارتكوليشن انت بتتكلم وبتكون كلام ولكن الكلام يطلع منك مش مزبوط ممكن يكون مشكلة في الفورميوليشن يعني التكوين بتاع الكلام انت ما بتتكلمش اصلا المشكلة دي قد تكون بسبب حاجة سنسوري او بسبب حاجة موتونس يعني اما انت مفهمتش عشان كده متكلمتش اما انت فهمت ولكن مش قادر تعبر اول حاجة الافيزيا الافيزيا دي انقبلتي انت مش قادر تعبر على الافكار اللي جواك بسبوك او بالريتن وورد الانوع بتاعتها فيه سنسور الافيزيا السنسور الافيزيا ان انت ما بتتكلمش لان انت مفهمتش لان انت في خلال عندك في الاستقبال ودي اما مشكلة في الافيزيا اما ادوتري اافيزيا مشكلة عندك في الاستقبال سواء انت ما سمعتش اصلا باريا واحد اربعين او انت ما فهمتش اللي انت سمعت باريا اثنين عشوية تمام؟ يبقى انت عندك ممكن يسمع بس مش فهم معنى الكلام هو اساسها لما نعرف كلمة افيزيا بنقول ان شخص مش قادر يتكلم على الرغم من انه قادر يسمع فغالبا المشكلة ليس في الاستقبال الشخص يسمع عادي ولكنه مش فهم ليس سمعت فالمشكلة بتبقى في السكندري ادوتري اري ادوتري انتربياتي فاري اثنين عشر فالأدوتري اافيزيا هو شخص يسمع ولكنه مش فهم ليس سمعت اذا الكلام بتاعه ليس فهم ليس سمع وانه سامع كلامه ولكنه لم يفهمه فهيبدأ يتكلم بقى اي حاجه يتكلم كتير اكسسيب ومن انجلس كلام كتير وانشمعه ده بسبب دامج في الاودتوري انتربرتاتي في اريا اللي هي اريا 22 ممكن يكون فيجوالي افزي هو شايف ولكنه مش فاهم معنى اللي هو شايفه فبالتالي يعني مش عارف عب مش فاهم معنى اللي هو شايف بسبب مشكلة في السيكنداري فيجوال اريا اللي هي كانت اريا 18 19 حسنة 18 بالسبب هذا اسمها قريبا في السيكنداري فيجوال اريا سيجل encaps بسبب دامج الانجولار انجلر الاور bottoms يبدأ يعني المحتمل تعمل او مشكلة هنا ولو مشكلة في الانجولار denied اسمها الانومي 캑بيزي يوبيما ودوطريك يوبيما وفيرنكس لا يمكن حكز في البرنكس حصل فيها دامتش لست ت مشكلة في البرنكس فلم افهم معنى الكلام وليس يتكلم الكلام ولم تفهم البشنط ممكن يسمع ويفهم معنى الهو سمعه ولكنه لم يمكن تجد خلف علم ولم تفهم أنا سمعك وفهمك ولكن بالأ osteole لم أفهم اما تتوصل أو ما تتوصل على السابق لكي لا يستطيع أن يحدد الأفكار التي يرد عليك بها ولا يستطيع أن يختار الكلمات المناسبة لأنه يرد عليك بها الـ speech يكون excessive word و full of neologism يعني أنه يبدأ أن يخترع كلمات جديدة ليس موجودة أيضا مشكلة في الـ conduction كل هذا كان سليم ولكن لدي المشكلة الأفذية في الـ conduction الذي هو الطريق ما بين السنترز وبعضها الذي هو الـ Arquid Phasiculus ما بين السنترز وبعضها فهو كان الـ Arquid Phasiculus لو مشكلة في الـ Arquid Phasiculus الـ patient لا يعرف أن يربط الكلام ببعضه سيقول الكلمات المتشبهة يعني بدل ما يقول كلمة سيقول كلمة شبهة مثلا بدل ما يقول here بعد ذلك الموتور أفذية الموتور أفذية هو سامع وفاهم ما هو سامعه ولكنه لا يستطيع أن يعبر الكلام بسبب مشكلة في الـ broadcast area فهو لا يستطيع أن يكون الكلام أصلاً فهو قادر يعني هو قادر يحدد الفكرة اللي هو عايز يقول من الـ Arquid Phasiculus وقادر يختار الكلمة المناسبة لها ولكن مش قادر يتكلم تمام؟ هو ممكن لو عنده مشكلة هنا ممكن بس يطلع أصوات ولكن ليس كلمات أو ممكن يقول بعض الكلمات اللي هي كان بيتكلمها ساعة الحدثة لأن الحدثة هذا الـ Arquid Phasiculus تحدث مثلاً لأنه جلطة مثلاً جلطة مثلاً جلطة الـ فبالتالي لا أستطيع أن أفهم ولا أستطيع أن أعبر عن الكلام المشكلة بعد كده الـ Arquid Phasiculus هو الكلام طالع وكل حاجة ولكنه ليس متناسك مع بعض مثلاً مثلاً لو عنده مشكلة مثلاً في السرابيلا اللي هو مسؤول عن الـ Coordination التنظيم والتنصيق لأنه يخالي اسمه لو عنده مشكلة هنا هيبقى الكلام طالع متقطع اسمه استكتو سبيتش أو سكانيجل سبيتش استكتو سبيتش اللي هو هتكلم أنا مش يعرف اللي هو الكلام طالع متقطع طيب لو عنده مركنسونيز بيبقى الكلام عنده slow monotonous اللي هو على وثيرة واحدة شبه كلام المفادرات كده دكتور عمال بيتكلم بنفس النمط بتاعه وسوى عده على حتى مهمة أو عده على حتى مش مهمة فهو ده monotonous وده اللي بنيم تمام؟ او لو عنده مشكلة فيه الموتر نيرون أبر موتر نيرون ليجن او لور موتر نيرون ليجن ضربت الأبر موتر نيرون اللي هيئة الاربعة فبالتالي هيبقى الكلام عندي سليارل سبيتش كلام واضي وهادي كده الموتر نيرون строى كله من فوق مع مشكلة في الموتور سليار Arri اللي هي Oreo 4 من فوق مع مشكلة في الراكت اللي هي البراميد التراخت اللي نازل مع مشكلة في الصبينل هنا العلود الموتر انتير مسلا بأن blinking مع مشكلة في النير اللي رائحة العضلات مع مشكلة في العضلات مع مشكلة في الأبر السنتر اللي هي أربعة اللي هو الأبر موتر نيرون ليجن أو hayna لور موتر نيرون ليجن أو mozzarella في الانتيريور هورينeless مثل البولي وكذا. في النيرفيس مثل البولي نيوروبسي. مشكلة في المسل مشكلة العضلات مثل مايسينيا جريفيس جدا. هذا كان محضرة بتاعت الاسبيتش. اتمنى ان تكونوا في مطاقة كويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.